تجهيز وزارة الدفاع بأنواع الخرائط والمسوحات الجوية والهايدوغرافية والأرضية كذلك المشاركة في ترسيم الحدود كل هذا ضمن عمل المساحة العسكرية المساحة العسكرية هي إحدى صنوف وزارة الدفاع تهتم بتجهيز الوزارة بأنواع الخرائط وتدقيقها وطباعتها من خلال أجهزة حديثة متخصصة ويقسم المسح إلى ثلاثة أنواع هو المسح الأرضي والجوي والهايدوغرافي والذي يختص بالمسح المائي وتتكون المساحة العسكرية من ستة أقسام رئيسية لكل منها عمله الخاص فضلا عن سرية المساحة العسكرية وجناح التدريب تقوم مديرة المساحة العسكرية بإنتاج وطبع وتصميم الخرائط بكافة أنواعها ومقاييسها ونقوم من خلال طبع الخرائط بتوزيعها إلى كافة قطاعات الجيش وعدنا أعمال خارج نطاق وزارة الدفاع كترسيم الحدود لأن مديرة المساحة العسكرية عضو في لجان ترسيم الحدود وعدنا أيضا أعمال في لجان تخصيص الأراضي مع عوزات العمال والإسكان وعدنا لجان مع التعداد السكاني أقسام المساحة العسكرية أولها قسم العمليات والذي يعنى بأوامر الحركات الخاصة بالمفارز الميدانية وترسيم الحدود الدولية وقسم مستودع الخرائط والأجهزة المساحية والذي يعنى بتوفير المواد الأولية لطباعة الخريطة وتسليمها للمفارز الميدانية أما قسم الطباعة فهو يهتم بطباعة الخرائط بأنواعها وتدقيقها ألكترونيا وتحليل الصور الجوية وقسم الإدارة والميرة وعمله الأساسي هو إدامة كشف الموظفين وقسم التدريب والذي يعنى بإعداد وتطوير ضباط ومراتب وموظفي صنف المساحة العسكرية والقسم الأخير هو القسم الفني يرتبط القسم الفني عمليا بقسم طباعة الخرائط والمخططات عن طريق شبكة نيتورك لغرض تبادل المعلومات وتلافيا لاستخدام الفلاش ميموري الذي قد ينتج عنه أضرار الحاسبات بعدما تصمم الخارطة وتنتج بشكل نهائي في القسم تحول إلى قسم طباعة الخرائط والمخططات بعدما تدقق لغرض طباعتها وتسليمها للجهات المستفيدة سرية المساحة العسكرية والتي تختص بالعمل الميداني حيث يقع على عاتقها إخراج الزمر المساحية لجميع قواطع وتشكيلات الجيش العراقي حيث تشترك مع مديرية الأسكان العسكري ومديرية الأشغال العسكرية لتنفيذ المشاريع المختلفة الخاصة بوزارتنا وهي تغطي جميع المحافظات العراقية كما أنها تقوم بكافة الواجبات المساحية أرضا وبحرا وتشترك بالأعمال الميدانية لترسيم الحدود تقوم هذه السرية بتنفيذ كافة الأعمال المشح الميداني على الأرض إضافة إلى عدن مسوحات في البحر المشح الهايدوغرافي وأيضا هي مشتركة في تنصيب الدعامات الحدودية بين العراق ودول الجوار جناح التدريب يختص بإقامة الدورات الأساسية والحطمية والتطويرية كقراءة الخارطة واستخدام جهاز السي بي سي والتحويل بين أنظمة الإحداثيات ودورة جهاز السي آر سي لإيجاد الإحداثيات بدقة عالية الدورات تشمل أنه قراءة الخارطة والإحداثيات الجي بي اس وكذلك الأجهزة المساحية والتوتال ستيشين والجي آر فاي في الأجهزة المتطورة وكذلك بالنسبة لقيادات الفرق عندهم احتياج القراءة الخارطة والتحويل بين أنظمة الإحداثيات نفتح لهم دورات استثنائية يدخلون بها إضافة لهذا الموضوع عندنا تعاون مع باقي الوزارات فتحنا دورات جي آي اس نظم المعلومات الجغرافية المستوى الأول الذي هو مختص بالهوامش الخارطة وتعريفهم بالبرنامج من المساحة العسكرية محمد موسى إعلام وزارة الدفاع